أكد أمريكيون مسؤولون أن الرصيف الذي شيده الجيش الأمريكي لإيصال المساعدات إلى غزة تمت إزالته بسبب سوء أحوال الطقس وضف المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن تدرس عدم تركيبه مرة ثانية ما لم تبدأ المساعدات بالتدفق إلى السكان مرة أخرى وكان الرصيف البحري الأمريكي قد استخدم لإدخال أكثر من ثمانية أطنان ونصف من المواد الغذائية إلى غزة لكنه واجه انتكاسات عديدة حيث دمرت الأمواج العاطية أجزاء منه بعد أيام قليلة من تركيبه للمرة الأولى ما أجبر الجيش على إزالته مؤقتا لإصلاحه ثم إعادة تركيبه